السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحباء طلاب الصف الأول الإعدادي في الدرس الثاني من الوحدة الثانية الدرس بعنوان يا شباب أخطار المياه والرياح وانتو عارفين أن الدرس دهوت من الوحدة الثانية من الأخطار الطبيعية والبيئية بدأنا الأخطار الطبيعية والبيئية بأول درس عندنا وهو أخطار من باطن الأرض اتكلمنا فيها عن الزلازل والبراقين اتعرفنا فيها على أسباب حدوث الزلازل والبراقين وأخذنا بعد كده النتائج المترتبة على حدوث الزلازل والبراقين والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن خطر جديد من الأخطار الطبيعية وهو أخطار المياه والرياح ونبدأ بأول خطر معانا من أخطار المياه والرياح وهو خطر الفيضانات يا ترى خطر الفيضانات خطر طبيعي ولا خطر بيئي؟ أيوة من الأخطار من الأخطار الطبيعية التي ليس للإنسان دخل فيها ويا بعد كده نتعرف على ما المقصود بالفيضانات؟ ما المقصود بالفيضان؟ فيضان من الصورة الموضحة قدامنا يا شباب بيقول إن هو خطر بيحدث نتيجة زيادة منسوب المياه عن معدله الطبيعي في الأنهار حتى يضغى على اليابس بكميات كبيرة وكلما زادت قوة الفيضان زادت سرعة جريان المياه الفيضانات بتحدث نتيجة زيادة منسوب المياه عن معدله الطبيعي في مجاري الأنهار حتى يضغى على اليابس تخرج المياه من المجرى بتاع النهار على اليابس ما تخرجش بقى بكميات قليلة لأده بتخرج بكميات كبيرة جدا أهو بكميات كبيرة وكلما زادت قوة الفيضان زادت سرعة جريان المياه دي المقصود بالفيضان الصورة اللي قدامنا بتوضح الفيضان طيب تعلموا يا بعض كده نتعرف على أسباب حدوث الفيضانات في العالم أول سبب من أسباب حدوث الفيضانات في العالم زوابان السلوج أنتم معارفين أن السلوج وخاصة في المنطقة القطبية الشمالية لما ارتفعت درجة حرارة العالم في الوقت الماضي في الوقت الأخير في الوقت الحالي اللي احنا عايشين فيه ساحة معظم السلوج نزلت المية بتاعت السلوج دي في قلب البحار والمحيطات رفعت منسوب مية البحار والمحيطات وبالتالي عملت لنا ما يسمى بالفيضانات تاني سبب من أسباب حدوث الفيضانات العواصف والأعاصر العواصف والأعاصر بتؤدي إلى حدوث الفيضانات أكيد ما هي الأعاصر دي شبابة بتؤدي إلى رفع منسوب المية في المحيطات أو البحار واندفعها ناحية اليابس على هيئة فيضانات ثالث سبب من أسباب حدوث الفيضانات انهيار السدود سد من السدود نهار متخزن وراء هذا السد مليارات المترات المكعبة من المياه هيرتفع منسوبها عن مستوى عن معدلها الطبيعي عن المغرى الطبيعي اللي بتمشي فيه هتضغى على اليابس بكميات كبيرة وتحدث الفيضانات من أهم أسباب حدوث الفيضانات أيضا سقوط الأمطار بغزارة مياه الأمطار هتجمع في مجاري الأنهار أو في المحيطات هيرتفع أيضا منسوبها عن معدلها الطبيعي وبالتالي بتعمل لنا ما يسمى بالفيضانات يبقى احنا عندنا كده أربع أسباب لحدوث الفيضانات رجع لهم تاني أول سبب من أسباب حدوث الفيضانات زوابان السلوج تاني سبب من أسباب حدوث الفيضانات العواصف والأعاصير تالت سبب من أسباب حدوث الفيضانات سقوط الأمطار بغزارة ورابع سبب عندنا وهو انهيار انهيار السدود طيب بقى مصر يا شباب كانت بتتعرض لحدوث العديد من الفيضانات في الماضي فمصر دلوقتي ما عديدش بتتعرض لحدوث الفيضانات ليه ترى بسبب بناء السد العالي ولذلك لما يجي يقول لنا من نتائج المترتبة على حدوث على بناء السد العالي أدى إلى حماية مصر من أخطار الفيضان احنا عندنا نهر النيل كان في موسم الفيضان كانت المية بتزيد عن معدل معدل المعدل الطبيعي اللي بتجري فيه في المجال بتاعتها في مجال النهار بتاعتها كانت تضغى على اليابس بكميات كبيرة وكانت بتحدث الفيضانات في معظم أنحاء مصر لما بننا السد العالي سنة 1971 أدى إلى حماية مصر من أخطار من أخطار الفيضانات طيب ويا بعد كده نتعرف على أضرار وفوائد الفيضانات نبدأ بالأضرار اللي هي الأثار السلبية للفيضانات أول الأثار السلبية للفيضانات انتشار الأمراض والأوبعة بسبب تلوس المياه الفيضانات يا شباب بتعمل لنا تلوس في المياه وبالتالي لما الإنسان يجي يشرب المياه بتاعت هذه الأنهار هيصب الأمراض والأوبعة بإنتشار الأمراض والأوبعة بسبب تلوس تلوس المياه دي أول الأثار السلبية للفيضنات قبتاني الأثار السلبية للفيضنات حدوث المجاعات نتيجة تلف المحاصيل الزراعية إحنا عارفين أن معظم الفيضنات بتحدث في مياه الأنهار وعلى جانبي الأنهار بتوجد الأراضي الزراعية المحاصيل الزراعية محاصلة الزراعية نتيجة الفيضانات هتؤدي إلى تلفها هتؤدي إلى تدمير المحاصلة الزراعية بالتالي الإنسان مش هيلاقي أكل يكله وتحدث المجاعات يبا احنا عندنا دلوقتي اتنين من أضرار الفيضانات تعالوا ما يا بعض كده نتعرف على الضرر الثالث لحدوث الفيضانات وهو حدوث حالات كبيرة من الوفاة بين الأشخاص يبقى تسبب الفيضانات أضرار كثيرة مثل واحد حدوث حالات كبيرة من الوفاة بين الأشخاص اتنين انتشار الأوباء والأمراض بسبب تلوس المياه تلاتة حدوث المجاعات نتيجة تلف المحاصلة الزراعية دي بالنسبة لأضرار الفيضانات طيب ويا بعض نتعرف على فوائد الفيضانات أو الأثار الإيجابية للفيضانات والفيضانات لها أثار إيجابية طبعا أول فوائد الفيضانات تغذية خزانات المياه الجوفية المياه بتاعة الأنهار لما تفيد على الجانبين على اليابس مش هتفضل وقفة على اليابس هتتسرب الشمس هتبخر جزء منها والجزء الأكبر هيتسرب إلى باطن الأرض هيتسرب إلى باطن الأرض يعني في جوف الأرض وهي يعمل لنا خزان من المياه الجوفية ثاني فوائد الفيضانات إزالة النفايات من مجار المياه والأنهار وصرفها إلى البحر والتي تتخلص منها بسبب ملوحة مياهها إزالة النفايات من مجار المياه والأنهار إحنا عارفين أن معظم المخلفات بتترمى في مجار الأنهار الفيضانات بتقوم جاية وبتزيل بتشيل النفايات اللي إحنا بنرميها في مجار الأنهار وبالتالي إنتوا عارفين أن الأنهار كلها بتصب في البحار هتنتهي هذه النفايات إلى مياه البحار مياه البحار بسبب زيادة الملوحة بتاعتها هتتخلص من هذه النفايات بسهولة إن المياه العزبة زي ما أنتم معارفين بتتخلص من النفايات على فترة طويلة لكن النفايات دي لو راحت والصرفت في مياه البحار اللي الملوحة فيها زيادة نسبة الأملح فيها زيادة هتتخلص منها بسرعة وسهولة إحنا كده أخدنا تلاتة لأضرار الفيضانات ناخدنا اتنين لفوائد الفيضانات نراجع على الاتنين بتوع الأثار الإيجابية اللي هي فوائد الفيضانات من تاني واحد تغزية خزانات المياه الجوفية اتنين إزالة النفايات من مجار المياه والأنهار وصرفها إلى البحار والتي يتم التخلص منها بسبب ملوحة مياهها كده تعرفنا على أول خطر من الأخطار المياه والرياح وهو خطر الفيضانات تعرفنا على ما المقصود بالفيضانات أخدنا بعد كده أسباب حدوث الفيضانات وأخيرا تعرفنا على النتائج المترتبة للفيضانات سواء فوائد الفيضانات أو أضرار الفيضانات نروح بعد كده لخطر طبيعي من أخطار المياه وهو خطر السيول ما المقصود يا طرى بالسيول؟ السيول قدامنا في الصورة؟ السيول قدامنا؟ أيوة السيول أمطار غزيرة فجائية تتجمع في شبكات الأودية بالأماكن المرتفعة وتندفع بشدة نحو المناطق المنخفضة فمن التعريف بيتضح لنا أن السيول ما بتحصلش إلا في المناطق الجبلية إلا في المناطق اللي فيها جبال وأودية مناطق إلا في المناطق اللي فيها أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة فالسيول أمطار غزيرة فجائية تتجمع في شبكات الأودية بالأماكن المرتفعة وتندفع بشدة نحو المناطق المنخفضة الصورة اللي قدامنا للسيول بتوضح المعنى نبص كده على الصورة ونبص كده على ما المقصد بالسيول بعدما تعرفنا على معنى السيول طب هل السيول أثار سلبية؟ أكيد للسيول أكتر من أثار سلبية إيا ترى هي أضرار السيول أول أضرار السيول تدمير المباني والمنشآت تدمير المباني والمنشآت ليه ترى؟ لأننا إحنا في المناطق الصحراوية اللي هي المناطق الجبلية بنعمل المباني بتاعتنا بنعمل البيوت بتاعتنا والمنشآت بتاعتنا في مناطق الأودية وأنتوا عارفين أن مياه السيول اللي هي الأمطار الغزيرة الفجائية بتتجمع في شبكات الأودية بالأماكن المرتفعة وبالتالي بيتم تدمير المباني والمنشآت تاني الأثار السلبية للسيول تدمير الطرق وقصرة الحوادث برضوك إحنا لما بنجي نعمل الطرق البرية بتاعتنا أو أي خطوط مواصلات بنعملها في مناطق الأودية لما مية السيول بتتجمع في مناطق الأودية بتؤدي إلى تدمير الطرق وبالتالي قصرة الحوادث بين السيارات ثالث أضرار السيول تؤدي إلى خسائر في الأرواح تؤدي إلى خسائر في الأرواح السيول وهم بانينا طرق مواصلاتنا معمولة في الأودية اللي بتتجمع فيها مياه السيول وبالتالي هتؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح ووفاة المئات من الأشخاص من الأثار السلبية للسيول أيضا اتلاف المحاصلة الزراعية وتجريف التربة اتلاف المحاصلة الزراعية ما هي مناطق الأودية هي مناطق الزراعة ومياه السيول بتتجمع في شبكات الأودية بالأماكن المرتفعة وبالتالي هتؤدي إلى اتلاف المحاصل وتجريف وتجريف التربة اتعرفنا على ما المقصود بالسيول أخذنا الآثار السلبية للسيول وقلنا منها تدمير المباني والمنشآت حدوث خسائر في الأرواح تدمير الطرق وقصرة الحوادث اتلاف المحاصلة الزراعية وتجريف وتجريف التربة طيب بقى ازاي بقى نتفادى اختار السيول يعني احنا دلوقتي اتعرفنا على ما المقصود بالسيول وأخذنا الأصار السلبية للسيول طيب ويا بعض كده ازاي يمكننا التحكم في مخاطر السيول أسأل ايه بالتحكم في مخاطر السيول عن طريق بناء القرى والمدن بعيدا عن مجار ومصبات الأودية الجفة احنا عارفين ان مية السيول الأمطار بتاع السيول بتتجمع في شبكات الأودية بالأماكن المرتفعة وتندفع بشدة نحو المناطق المنخفضة احنا بنقوم عاملين بنيين القرى بتاعتنا والمدن بتاعتنا عند مصبات الأودية في مناطق الأودية لا لو عايزين نتحكم في مخاطر السيول نبني القرى والمدن بعيدا عن مجاري ومصبات الأودية الجفة اتنين لو ما كانش نقدر ان احنا نبني القرى والمدن بتاعتنا بعيدا عن مصبات الأودية وما فيش حل غير كده خلاص نحفر طرع ومصارف للمياه لنقل مياه السيول بعيدا عن الأراضي الزراعية والمنشآت والمباني ازاي نقوم جايين حوالين المدن والقرى بتاعتنا ونقوم بحفر طرع ومصارف عشان تجمع فيها مياه الأمطار الناتجة عن السيول بعيدا عن مصبات الأودية وتنزل هذه المياه بتاعت السيول في الطرع والمصارف وكده نقدر ان احنا نبعدها عن الأراضي الزراعية ونقدر ان نحمل منشآت والمباني والمباني بتاعتنا ايضا من اساليب التحكم في مخاطر السيول عمل سدود في مناطق الوديان الجفة مش هنقدر ان احنا نعمل طرع ومصارف ننقل اليها مية السيول بعيدا عن مصبات الأودية خلاص نعمل سدود في مناطق الوديان الوديان الجفة يبقى اساليب التحكم في مخاطر السيول من تاني لانها مهمة وبتجي ترفي الامتحان واحد بناء القرى والمدن بعيدا عن مجارة ومصبات الأودية الجفة اثنين حفر الطرع والمصارف حفر طرع ومصارف للمياه لنقل مياه السيول بعيدا عن الأراضي الزراعية والمنشآت والمباني ثلاثة عمل سدود في مناطق الوديان الجفة بعد ما تعرفنا على الفيضانات والسيول تعالوا ما هي بعض كده نتعرف على خطر ثالث من أخطار المياه وهو خطر الانهيارات الجليدية ايه ترى المقصود بالانهيارات الجليدية؟ المقصود بالانهيارات الجليدية الصورة بتوضح الانهيارات الجليدية مدامنا المقصود بالانهيارات الجليدية عبارة عن تحرك الجليد نحو أسافل الجبال بسرعة شديدة تصل إلى 300 كم في الساعة المقصود بالانهيارات الجليدية عبارة عن تحرك الجليد نحو أسافل الجبال بسرعة شديدة تصل إلى 300 كم في الساعة دي المقصود بالانهيارات الجليدية نتحرك الجليد من أعلى الجبال إلى أسفل الجبال بسرعة شديدة تصل إلى 300 كم في الساعة طيب بعدما تعرفنا على معنى الانهيارات الجليدية نتعرف على أسباب حدوث الانهيارات الجليدية بيقولنا عندما يترقم الثلج بشكل كسيف على جوانب الجبال فإنه يتحرك إلى أسفل في شكل كتل جليدية قد تصل سرعة الكتلة الجليدية إلى 300 كم في الساعة وده سرعة كبيرة جدا 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 اتعرفنا على معنى الانهيارات الجليدية إزاي الانهيارات الجليدية بتحدث؟ وهي بعض نتعرف على الأثار السلبية للانهيارات الجليدية أول أضرار الانهيارات الجليدية تدمير المباني والطرق والمنشآت ثاني حاجة حدوث الفيضانات ثالث حاجة قتل العديد من البشر دي بالنسبة للأثار السلبية للانهيارات الجليدية نفكر بعض بها ثاني واحد تدمير المباني والطرق والمنشآت اتنين قتل العديد من البشر ثلاثة حدوث الفيضانات طيب كده خلصنا الثلاثة أخطر بتوع المياه الفيضانات السيول وآخرا الانهيارات الجليدية طيب ما نروح بعد كده بقى لأخطار الرياح والأعاصر وهو الدرس بعنوان أخطار المياه والرياح احنا كده أخدنا أخطار المياه وهي بعض كده نتعرف على أخطار الرياح أول خطر عندنا من أخطار الرياح بس تعلموا يا بعض كده نتعرف على الرياح وهل لها فوائد وهل لها أضرار أكيد الرياح مصدر للخير ومصدر للدمار الرياح مصدر للخير ومصدر للدمار حيث يسخرها الله بقدرته فيجعلها مصدرا للخير في أحيانا كثيرة هذا مصدر للخير وقد يجعلها مصدرا للدمار أحيانا أخرى فتستطع هذه الرياح أن تقتلع الأشجار أن تهدم المباني ويحدث دمار شامل للمناطق التي تهب عليها الرياح يبقى الله سبحانه وتعالى يسخر الرياح بقدرته فيجعلها مصدرا للخير في أحيانا كثيرة هذا مصدر الخير ويجعلها مصدرا للدمار أحيانا أخرى فتستطع هذه الرياح أن تقتلع الأشجار وتهدم المباني ويحدث دمار شامل للمناطق التي تهب تهب عليها ده بالنسبة للرياح وفي كونها مصدرا للخير ومصدرا للدمار طيب بقى تعالوا نتعرف كده على أول الأخطار الناتجة عن الرياح وهي خطر الأعاصر ما المقصود بالأعاصر؟ أبارة عن عواصف هوائية دوارة حلزونية عنيفة تنشأ عادة فوق المحيطات بالمنطقة المدارية ثم تندفع هذه العاصفة في اتجاه اليابز وتعرف باسم الأعاصر المدارية نبص كده على تعريف الأعاصر تاني أبارة عن عواصف هوائية دوارة حلزونية عنيفة تنشأ عادة فوق المحيطات بالمنطقة المدارية ثم تندفع هذه العاصفة في اتجاه اليابز وتعرف باسم الأعاصر المدارية بعدما تعرفنا على معنى الأعاصر ويا بعض كده نتعرف على أسباب حدوث الأعاصر ما هو سبب تكون الأعاصر يقول لها سبب تكون الأعاصر أن الهواء البارد يدور فيها حول مركز ساكن من الهواء الدافئ شباب هواء بارد يلتف حول الهواء الدافئ فيدفع الهواء الدافئ إلى أعلى كلام ده فوق المحيطات بالمنطقة المدارية اللي هي درجة حر بتاعتها مرتفعة عشان كده بنقول أن الهواء البارد بيلتف فيها حول مركز ساكن من الهواء الدافئ بيندفع هذا الهواء بعدما بيرتفع إلى أعلى بيندفع إلى اليابس ويحدث باليابس تلفيات وضمار لبالسبب تكون الأعصر لأن الهواء البارد يدور فيها حول مركز ساكن من الهواء من الهواء الدافئ طيب بق تعالوا من كده نتعرف على أخطر أعصار حصل في العالم وهو أعصار اسمه سندي الأعصار المدمر الذي حدث بالولايات المتحدة الأمريكية عام ألفين ألفين واتنشر طيب بق نروح بعد كده للأعصار الضرة أو الأعصار السلبية للأعصير واحد قتل آلاف البشر اثنين الإضرار بالممتلكات ثلاثة من أعصار الأعصار الضرة ارتفاع أمواج البحر ونحر السواحل وتغيانها على اليابس أربعة حدوث الفيضانات يبا احنا كده أخدنا في درس أخطار المياه والرياح ثلاث أخطار للمياه وخطر واحد للرياح ما تجوا كده ويا بعض يا شباب نتعرف عليهم من تاني ناخد كده مراجعة عليهم من تاني أول خطر من أخطار المياه اتكلمنا عنه وهو خطر الفيضانات وقلنا أن الفيضانات بتحدث نتيجة زيادة منسوب المياه عن معدلها الطبيعي في الأنهار حتى تخرج من المجرى وتندفع نحو اليابس بكميات بكميات كبيرة بعد كده تعرفنا على أسباب حدوث الفيضانات قلنا في أربع أسباب لحدوث الفيضانات نفكر بعض بها أسباب حدوث الفيضانات واحد زوابان الجليد اتنين العواصف والأعاصير ثلاثة سقوط الأمطار بغزارة أربع انهيار السدود ده رحنا بعد كده لأضرار الفيضانات وقلنا من أهم أضرار الفيضانات حدوث عدد كبير من حالات الوفاة انتشار الأوبئة والأمراض بسبب تلوث المياه حدوث المجاعات نتيجة تلف المحاصلة الزراعية وزي ما للفيضانات أضرار أيضا للفيضانات فوائد أول فوائد الفيضانات تغزية خزانات المياه الجوفية إزالة النفايات من مجال الأنهار وصرفها إلى البحار حيث يتم التخلص منها رحنا بعد كده الخطر من أخطر المياه الثاني وهو السيول وأن السيول هي أمطار غزيرة فجائية تتجمع في شبكات الأودية بالأماكن المرتفعة وتندفع بشدة نحو المناطق المنخفضة للسيول أضرار واحد تدمير المباني والمنشآت اثنين حدوث خسائر في الأرواح ثلاثة تدمير الطرق وقسرة الحوادث أربعة إطلاف المحاصلة الزراعية وتجريف الطربة بعد كده اتكلمنا عن أساليب التحكم في أخطر السيول بناء القرى والمدن بعيدا عن مجاري ومصبات الأودية الجفة حفر طرع ومصرف للمياه لنقل مياه السيول بعيدا عن الأراضي الزراعية والمنشآت والمباني عمل السدود في مناطق الوديان الجفة رحنا بعد كده للانهيارات الجليدية وانا الانهيارات الجليدية ديتها شبابة بتحدث نتيجة تراكم السلوك بشكل كسيفة على جوانب الجبال والتي تتحرك إلى أسفل الجبل في شكل كتل جليدية قد تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة أخذنا الأصار الضرة للانهيارات الجليدية قلنا تدمير المباني والطرق والمنشآت قتل العديد من البشر حدوث الفيضانات وصلنا بعد كده للرياح وقلنا أن هي مصدر للخير ومصدر للشر وأخذنا مثال لأخطار الرياح وهي الأعاصر واللي وصفناها بأنها عواصف هوائية دوارة حلزونية عنيفة تنشأ عادة فوق المحيطات بالمنطقة المدارية ثم تندفع هذه العاصفة في اتجاه اليابي الساء وتعرب باسم الأعاصر المدارية اتكلمنا عن أخطر أعصار حصل في العالم وهو أعصار سند المدمر الذي حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2012 وأخيرا اتعرفنا عن الأعصار الضر للأعصير وقلنا من أضرار الأعصير قتل ألاف البشر الأضرار بالممتلكات ارتفاع أمواج البحر ونحر السواحل وتغيانها على اليابس وأخيرا من أعصار الضر للأعصير حدوث الفيضانات وبالأعصير وأضرارها بنكون كده وصلنا لنهاية الدرس الثاني وهو أخطار المياه والرياح من الوحدة الثانية في الجغرافية وهي وحدة الأخطار الطبيعية والبيئية وإلى اللقاء إن شاء الله في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراس التاني الفين تلاتة وعشرين الفين أربعة وعشرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته